شهد محافظ القاهرة خالد عبد العال حفلة تسليم 21 عقدا موثقا لبعض المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين الأوضاع القانونية وأشار المحافظ إلى أنه تنفيذ لتوجهات الرئيس عبد الفتاح سيسي بسرعة تقنين الأوضاع ملاك وأصحاب الورش والمصانع بالمنطقة بمنطقة شق الثعبان تم وضع رؤية مستقبلية لتلك المنطقة بما يسمح بحل مشاكل المستثمرين وإعداد مخطة عام استثمار يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية والتي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم